يعطيك العافي طلابنا طالبات نجيل 2007 طلابي طالبات رائعين طلاب الأدبي في جميع أنحاء المملكة كثير من الطلاب بيحكي ليه السلام عبد الكريم بدنا جدول دراسي نمشي عليه بموادنا الثمنية خلال اليوم الدراسي أو خلال الأسبوع طلابي طالباتي أنا من زمان بعيد من زمان بعيد جدا 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 والطلاب بيحكوا لي يا أستاذ اعمل لنا جدول دراسي نمشي عليه أنا يعني أكون صريح معك أنا ما بآمن في إيش اسمه إنه والله أنا كأستاذ عبد الكريم آجي أعمل لك جدول لأنه صعب صعب إنه هذا الجدول يلائم جميع قدرات وفكر الطلاب جميعا في جميع أنحاء المملكة أنا بآمن بشيء واحد إنه أنت يا طالبي أدرى بوقتك أدرى بظروفك أدرى في المستوى العقلي والذهني والتعليمي عندك في دراسة المواد أدرى مني يعني أنت قدرتك في الحفظ أكثر من الفهم أو قدرتك في الفهم أكثر من الحفظ وبالتالي أنت بدك تناسب الأوقات المناسبة تحط الأوقات المناسبة لهاي المواد ما بقدر أنا والله أجبرك في جدول معين والله تمشي عليه هل في مدرس يقول لك والله أعمل لك جدول وبتمشي حسب وضعك برضو أنا بآمن في شيء واحد أنت لازم تعمل الجدول هذا وأنت اللي تمشي عليه وإنت تناسب هاي المواد وهي وهذا الوقت في هذا اليوم حسب قدراتك الذهنية والعقلية وظروفك ووقتك اليوم هلأ أنا اجتهادا مني اجتهادا مني من كثر ما الطلاب حكوا لي يا أستاذ يا أستاذ وقلت لهم حاضر ورأي أعملك جدول دراسي حاولت أعمل لك جدول دراسي على مدار الأسبوع للثمن مواد هلأ قاعدة ثابتة ومسلم فيها أنا مؤمن فيها ومستحيل مستحيل ما أحكيها للطالب أنا وهي طلابي بجزء أنا غير عن كثير معلمين طلعوا وعملوا جداول يعني أنا عندي مادتين ثابتات لازم يكون لهم مواعيد ثابتة طلابي مادتين ثابتات لهم مواعيد ثابتة طويل الأسبوع رياضيات ولغة إنجليزية هاي خليها مواعيد ثابتة لها هلأ في كثير من الطلاب يقول لي يا أستاذ طيب يعني ليش هذول المادتين لأنه نكون صريحين ونكون واضحين مع بعض طلاب الأدبي أنا بحكي عن طلاب الأدبي طبعا طلاب الأدبي متفوقين وماشاء الله عنهم في منهم مبدعين جدا ومستواهم مستوى العلمي بس نكون واضحين بشكل عام الطالب الأدبي عنده ضعف في الرياضيات وضعف في اللغة الإنجليزية طبعا المصيبة طلعت معنا العربي هسا جديد بس ما في مشكلة خلينا نحكي السواد الأعظم أنه ضعف في اللغة العربية في الرياضيات عفوا وفي اللغة الإنجليزية وبالتالي أنا هاي من الأمور المسلم فيها أنه لازم الرياضيات إلها موعد ثابت واللغة الإنجليزية إلها موعد ثابت على مدار الأسبوع تمام تمام إذن هاي بدك تمشي فيها وبدك ترد علي فيها طلابي جميعا طلابي ردوا علي فيها الرياضيات خليلها موعد ثابت والإنجليزي إلها موعد ثابت طول الأسبوع تمام تمام طيب يا أستاذ شو عملتنا في الجدول تبع علي يا طلابي بلشتلك أنا في الجدول بيوم الأحد ثنين ثلاثة أربعة خميس جمعة سبت فبلشنا بيوم الأحد طلابي هلأ طبيعة الحال جميعا 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 والأغلبية العظمة أنه لازم واجب علينا نصحى صلاة الفجر انصلي صلاة الفجر هذا لاش لا يعني ما فيها اثنين بيحكوا فيها منصحى صلاة الفجر انصلي صلاة الفجر هلأ طالبي أنت فكرك وذهنك صافي بيكون وبالتالي أنا بنصح كل طالب أنه بعد صلاة الفجر يبلش في مادة حفظ لأنه عندك أنت هون جوا بيكون لسا طازة فاضي فريش وريفريش عفوا وبالتالي لازم تبلش في مادة حفظ وبالتالي أنا كوني بدرس مادة الثقافة المالية في كثير من الطلاب لازم ثقافة مالية وأنا بحكي لهم لازم تبلش من الخمسة ونص للسبعة يعني عندك أنت بتحكي عن ساعة ونص ثقافة مالية أو مادة الدراسات الإسلامية تمام؟ تمام إذن ببلش ثقافة مالية أو دراسات إسلامية في طلاب منزلين دراسات إسلامية وفي طلاب منزلين ثقافة مالية وفي حاسوب خلينا احنا هسا على الثقافة المالية والدراسات إذا منزل ثقافة مالية بلش بين الخمسة ونص للسبعة ثقافة مالية يوم الأحد هلأ مباشرة أنت كطالب توجيهي بدك تروع على المدرسة لأنه نحن نحكي عنها في دوام في المدرسة المدرسة في طلاب بروح الساعة 11 في طلاب بروح الساعة 1 وطبيعة الحاة بدك تروح بدك تتغدى وبالتالي أنا هون بعد ما تدرس ثقافة مالية دراسات من الخمسة ونص للسبعة بتروح على المدرسة بتروح بتبلش دراسة من الثلاثين ونص من الثلاثين ونص للأربعة ونص عندك ساعتين يا طالبي عندك ساعتين بدرس فيهم رياضيات واحد بقول لي ليش رياضيات طلابي أنا بنظري يعني هلا هاي بتعود إلك بس أنا بنظري أفضل وقت لدراسة مادة الرياضيات هي الفترة هاي ما بين الثلاثة ما بين نحكي الثلاثين ونص للأربعة ونص أو نحكي من الثلاثة للخمسة هاي أفضل وقت لدراسة الرياضيات بنظري أنا انت إلك الحرية فببلش من الثلاثين ونص للأربعة ونص رياضيات ساعتين بعدها بنتقل نص ساعة الصراحة ببلش على الخمسة للسبعة. من الخمسة للسبعة إنت درست الرياضيات وتعب بخك فهم. بروح على مادة حفظية. بدرس فيها مثلا تاريخ الأردن من الخمسة للسبعة. يعني أعطيتها ساعتين وكثير عليها ساعتين لو درست ساعة ونص. بس إحنا نعطيها من الخمسة للسبعة. ساعتين تاريخ أردن مادة اللغة الإنجليزية ببلش فيها صراحة نص ساعة من السبعة ونص للتسعة ونص عندك ساعتين. بدرس فيها مادة اللغة الإنجليزية مادة اللغة الإنجليزية هلأ من المرتاح لنص ساعة ببلش من العشر والإحدى عشر باخل مادة حاسوب مادة سهلة بادرسها ساعة زمن وانتهى على النوم انتهى هذا اليوم طلع كم من المادة أنا درست واحدة، ثنتين، ثلاث، أربعة، خمسة بكل أرية حية بتدرسها يا طالب بس اتزب بالمواعيد من خمسة ونص للسبعة ثقافة مالية أو دراسات إسلامية مدرسة بروح على الوحدة بس تريح لساعة ساعة ونص ببلش على ثلاثين ونص للأربعة ونص رياضيات من الخمسة للسبعة بنتقل على مادة حفظية تاريخ أردن بعدها بروح على اللغة الإنجليزية بعدها بدرس مادة الحاسوب لأنه انت بتعرف المواد الفترة الحالية لسه احنا مش باخدين مادة كثيرة وبالتالي انت لازم تنجز في اليوم أربع مواد أو خمس مواد تمام، يوم الاثنين نفس الشيء بنصلي الفجر ندرس التقافي المالية أو الدراسات الإسلامية، تمام؟ والله هي تمام بعدها مدرسة من الثنتين ونص للأربعة ونص رياضيات التزم، التزم واحد بقول لي أستاذ ما أنا درستهم يا طلابي، الرياضيات لازم تحل ولازم تعيد، بدرس من البداية وبرجع وبعيد لغاية موصلنا مع الأستاذ أو مع البطاقة وبالتالي يا طلابي أتوقع هون كرياضيات مثلاً، أستاذ يزان عقرباوي عم بأعطيكو أمثل كثير وبحللكو أسد الكتاب والقدرات العليا، وبالتالي أنت لازم هون تظلك تراجع مادة الرياضيات ومادة الرياضيات وأتوقع أنه بأيدوني جميع من درسي الرياضيات بما فيهم الأستاذ يزان عقرباوي أنه مادة تعتمد على الحل لازم تظلك تحل واستمرار في الحل ما بنفع غير هيك، تمام؟ تمام بعدها من الخمس إلى السبعة بنتقل على مادة حفظية اللي هي التربية الإسلامية بعدها من السبعة ونص لتسعة ونص بروح على مادة اللغة الإنجليزية ومن العشر إلى إحدى عشر بدرس لي التخصص بدرس التخصص، تمام؟ والله تمام، بأعطيه ساعة أو ساعة ونص إذا بدك إياها إذا بتعطيها ساعة ونص أو ساعة ممكن بعدها بروح على النوم تمام، مادة الثلاثاء بدرس ثقافة مالية ودراسات بعد صلاة الفجر بعدها مدرسة بعدها طلع الرياضيات حط لكيات ثابت على مدار الأسبوع رياضيات بدرس فيه ساعتين من ثلتين ونص إلى أربع نص بعدها بروح على مادة الحاسوب بدرسها من الخمس إلى السبع بدرس لي ساعتين فيها بعد الحاسوب بتكون مادة سهلة بانتقل على مادة اللغة الإنجليزية من السبعة ونص إلى تسعة ونص بعدها بروح على مادة المهارات بعدها إلى النوم تمام؟ منروح الأربعة برضو، هلنأتبعنا يا طلابي كمادة ثقافة مالية أو دراسات إسلامية ثلاثة أيام في الأسبوع كافي لها كمادة ثقافة مالية أو دراسات إسلامية لاحظ أنا خلت لها بس ثلاثة أيام في الأسبوع أحد، اثنين، ثلاثة تمام؟ باقي الأيام باقي الأيام ما خلت لها أي شيء لأنه كافي لها أنك تدرس ثلاثة أيام في الأسبوع ثقافة مالية أو دراسات إسلامية تمام يا أستاذ؟ هلا بننتقل على الاربعة الاربعة شو باخد حاسوب باخد مادة الحاسوب من الخمس ونص للسبعة بعدها مدرسة بعدها من الاربعة ونص من الفنتين ونص للاربعة ونص مدرسة رياضيات بعدها بننتقل على المهارات باختار مادة يعني حفظ مع شوية فهم المهارات من الخمس للسبعة بعدها بنتقل على اللغة الانجليزية خلنا لكم محمد مشعل ويزل عقرباوي ثابتين طول الأسبوع لأنه المادتين هذول صراحة مادتين دسمات وبيدها طلاب بعدها بنتقل على من العشرة الـ 11 مادة خفيفة تاريخ الأردن بحفظ منها درس أو درسين بعدين نوم الخميس ببلش بعد صلاة الفجر مهارات مدرسة رياضية ثابت عموعده 6.5 إلى 4.5 تخصص بعدين إنجليزي ثابت بعدين تربية إسلامية بعدين منروه على النوم تمام والله تمام يا أستاذ هلأ الجمعة يا طلابي انتبه علي الجمعة طلابي ما في مدرسة والسبت ما في إيش مدرسة هلأ الجمعة نصيحة مني يا طالبي نام نام وشبع نوم وروح صلاة الظهر وروح وتغدى مع أهلك بس يوم الجمعة هلأ أنت لو قلت لي يا أستاذ عبد الكريم لو أنت طالب توجيه شو بتعمل فيه مراجعة مادة أنت مدرك إنها بحاجة يعني أنت حاسس من كل هدول اللي درستهم في يوم الجمعة أنه والله يا عمي أنا العربي تخصص حاس حالي ضايع فيه يوم الجمعة خصصه للعربي تخصص يوم الجمعة أنا حاس أنه اللغة الإنجليزية بدها يوم الجمعة خصصه للغة الإنجليزية يوم الجمعة أنا مدرك أنه مادة الرياضيات بدها خليها الجمعة للرياضيات هلأ فيه الطلاب يقول لي يا أستاذ أو بعض المدرسين أو طلاب يقول له الجمعة بد راجع فيها كل المواد غلط ما تراجع كل المواد يوم الجمعة طالبي أنت عن بالك بتراجع كل المواد خلال الأسبوع يوم الجمعة خصصه لماده أنت فعليا مدرك أنها بحاجة لدراسة مدرك أنك أنت ذهنك هون مش معبيها مش معبي مخك وبالتالي أنا يوم الجمعة بنام باش بعنوم بأخذ راحتي بقعد مع أهلي بتغدى بروح بصل للدور عادي أمسك مادة هاي اللي بتحكي عنها صعبة وفنشها رد علي في هاي المعلومة ورد علي في معلومة ثانية رياضيات لغة إجليزية مواعية ثابتة تمام طب يوم السبت نصيحة هلأ اللي برودت علي برودت علي السبت نصيحة السبت براجعة مادة إيش الرياضيات بتراجع مادة الرياضيات لأنه أنت داريسها طول الأسبوع فبراجحها وبراجع المادتين الاختياريات اللي هي الثقافة مالية أو الدراسات الإسلامية أو الحاسوب مش أنت عندك تختار مادتين من هذور الثلاث عندك ثقافة مالية دراسات حاسوب فبراجع الرياضيات يوم السبت لأنه فيش مدرسة وبراجع المادتين الاختياريات اللي أنت اخترتم ثقافة مالية دراسات ثقافة مالية حاسوب دراسات حاسوب وبراجح ليش يا طلابي ليش خصصت يوم السبت لهم لأنه هذول الرياضيات والمادتين الاختيارات هذول عليهم 60% من المعدل عليهم كم؟ 60% من المعدل وبالتالي أنا بدي أخصص يوم خاص للمواد الاختيارية وأنسب يوم هو بيكون يوم السبت واحد بقول ليش بخليتها يوم الجمعة يا أستاذ لا يوم الجمعة بدي تخليها لمادة انت حاس حالك ضايع فيها ممكن تكون لغة الإنجليزية فبخصص الجمعة للغة الإنجليزية ممكن تكون رياضيات بخصص الجمعة للرياضيات ممكن تكون تاريخ الأردن في طلاب بتصعبوا من حفظوا تاريخ الأردن بخصصوا لتاريخ الأردن هلأ السبت هاي لابد من المسلمات لازم تدركها حبيبي يا طالبي انت مش صغير عمرك 18 سنة 17 سنة لازم تنشي على استراتيجيات معينة وبالتالي السبت بخليه للرياضيات وبخليه للمادتين للاختياريات لأن هدول بدي أقلصهم هدول من الوزارة بدي أخذهم 60% من المعدل وبالتالي بأعمل فيهم ريفرش وبأعمل فيهم مراجعة كاملة وبالتالي انت يا طالبي إذا مشيت بالحد الأدنى بالحد الأدنى من هذا الجدول انت مشك صحيح هلأ في طلاب ممكن يقول لي يا أصد هذا كله يعني مش مناسب لي اعمل بالدكية بحيث انك انت هاي بسموها في علم الأعمال أو في علم الإدارة الإدارة بالأهداف ممكن طالب يطلع شمال يمين يروح يجي المهم في النهاية حقيقي للهدف تمام؟ إذن أنا بمنحك الإدارة بالأهداف يا طالبي اعمل اللي بدك إياه في الدراسة بس في النهاية حقق الهدف اللي هو انك تحقق العلامة تبسط أهلك وبالتالي تبسط أستاذك اللي معك بحيث انك انت تحقق الهدف المرجو منه اللي هو النجاح والعلامة العالية وفي النهاية بحب أحكي لك النجاح هو حصيلة مجهود أو مجهودات صغيرة نفعلها كل يوم يعني شباب النجاح مش بحاجة لمجهود يعني مرة وحدة لا يا حبيبي قسم مجهوداتك وقسم مجهودك على فترات بحيث انك تخلي جسدك ومخك وعقلك فعلا سليم مش مأثر عليه هذا المجهود قسم مجهودك حسب أوقاتك وبالتالي انت بتحقق النجاح لأنه فعليا النجاح هو حصيلة مجهودات هو يعني هو مجهود بس احنا قسمنا المجهود هاد لمجموعة من المجهودات على أساس فعليا ننظل احنا سليمين مرتاحين ونحقق الهدف اللي بدنا ياه وفي النهاية اي شي طالبي اي شي طالبتي حابت السبسري عنه ابعتيلي على الوطس على الرقم هذا او ابعتلي على الرقم هذا 077-630-970 ودائما دائما طلابي اكون صريح معك موقع ومنصة وتد هدفها واحد هو انحقق النجاح مع طلابنا وطلابنا يحقق النجاحات معنا والهدف الاساسي انه نرتقي ونسمو في طلابنا وطالباتنا حتى نصل لاعلى المراتب واعلى المراكز واعلى العلامات وفي النهاية بتمنى لكم كل التوفيق وكل النجاح معكم الأستاذ عبد الكريم ابو الحاج وان شاء الله يا رب يا رب يا رب طبعا طبعا كل ينجح ويحقق العلامات العالية بس طلابي يعني طلابي اللي بتحب اخصهم بالذكر طلاب الثقافة المالية ان شاء الله تحققونا الميتنات وترفعوا رأس اهليك وترفعوا رأسنا وان شاء الله ان شاء الله التكريم لجميع طلابنا في موقع وتد التعليمي ويعطيكم ألف عافية